الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي رواه مسلم وكذلك البخاري والنساء وابن ماجا حديث divin الحديث القدسي حديث divin أو حديث sacrي أو parole divine peut être définie comme une parole dont la signification et la provenance est d'Allah le très haut mais l'expression est celle du prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui فإن الذكرى تنفع المؤمنين تعالوه